وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين بالتزامن مع عقاد جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ينضم إلينا عبر سكايب من الكويت العاصمة الكويتية الكاتبة السياسية الفلسطينية علي بغدادي أهلا بك سيد علي يعني مع دخول اليوم 314 للحرب على غزة لا يزال جيش الاحتلال كما تعلم يرتكب بالمزيد من المجازر ضد المدنيين في غزة بما تفسر زيادة وطيرة المجازر ضد المدنيين بالتزامن مع جولة جديدة لمفاوضات يفترض أنها من أجل حل الأزمة وتعقد حاليا في الدوحة أهلا لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين وكما أسلقتم نحن الآن دخلنا في الشهر 11 لمعركة طوفان الأقصى ولا يزال الاحتلال يمارس جرائمه فعندما نتكلم عن أسباب ممارسة الجرائم يعني يجدر بنا أن نذكر بأن هذا هو الطبيعي الطبيعي لهذا الكيان ولهذا الجيش أن يمارس جرائمه وأن يسخن في المدنيين في النساء وفي الأطفال وأن يتسبب بهذا الحجم من الكارثة فهذا هو الأساس وهذا هو الأصل في سياسة أحيانا تزداد وثيرة هذه الجرائم والمدادع كما حدثت في هذه الفترة كلما نقترف في عملية تفاوضية أو كلما يلوح في الأفق عملية تفاوضية هو يسخن أكثر ويزيد من جرائمه من أجل الضغط على صانع القرار لدى المقاومة المقاومة تدرك ما عليها وتدرك واجبها أمام تعبها ولذلك هي قدمت ما عليها قدمت مقترحاتها وافقت على المبادئ التي ذكرها الرئيس الأمبيكي بايدن بخطابه ورحبت بقرار مجلس الأمن وبالتالي هي قدمت ما عليها والفرة في الملعب الإسرائيلي ومع ذلك الجانب الإسرائيلي يزداد في جرائمه باعتبار أن اليوم هناك جولة تفاوضية حماس غائب عنها ولكن الوسطاء حاضرون الجانب الأمريكي حاضر الجانب الإسرائيلي حاضر وبالتالي هو يريد أن يمارس ضغطا نفسيا وضغطا حقيقيا وضغطا عن حاضنة الشعبية بحيث يتبر القيادة السياسية للمقاومة على الرضوخ والاستسلام للمطالب الإسرائيلي نعم أستاذ علي باعتقادكم وأنتم تعلمون أن المقاومة أعلنت موقفها من جولة المفاوضات اليوم وقررت عدم الحضور حتى يلزم الطرف الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه بما يسمى مبادرة بايدن المعلنة قبل أسابيع كيف ترى هذا الموقف من المقاومة؟ ألم يكن من الأجدر الذهاب والوصول إلى حل وسط في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة؟ لو كانت استراتيجية الجانب الإسرائيلي كما تتحمها المقاومة بأن الجانب الإسرائيلي يسعى في عملية القطار والوصول إلى وقت إطلاق النار لكان هذا الكلام صحيحا ولكن ما تتحمه المقاومة جيدا بأن الجانب الإسرائيلي لا يريد وقفا لإطلاق النار المقاومة تريد وقت إطلاق النار المقاومة جادة في هذا الطلب وجادة في المسعى بينما الجانب الإسرائيلي هو يماطل ويماطل وراد وقت إطلاق النار لأوقفنا وبالتالي في هذه الحالة يصبح عملية الدخول في التفاوض هي عملية عدفية الهدف فيها النهائي من الجانب الإسرائيلي هو طمأنة الشارع الإسرائيلي بأن هناك عملية تفاوضية جارية وخصوصا أهالي الأسرى الإسرائيليين والمحتجزين يتظاهرون أو حتى جموع معارضي في الجانب الإسرائيلي يتظاهرون باستمرار ضد نتنياهو وبالتالي تصبح المشاركة في مثل هذه العملية هي دعم لنتنياهو المقاومة تفهم ذلك جيدا وتفهم ما يدود في عقل الحكومة الإسرائيلي وعقل نتنياهو وبالتالي هي قدمت ما عليها ما هو المطلوب منها أكثر من ذلك الخطاب الذي قدمه بايدن وافقت عليه المقاومة بل أخرج بيان رسمي من حماس يرحب بخطاب بايدن وحتى في قرار مجلس الأمن رحبت حماس بقرار مجلس الأمن وبالتالي المطلوب منه أن يوافق السياق التفاوض الآن المقاومة يكون في الدوحة هو للضغط للجانب الإسرائيلي وليس جانب حماس حماس قدمت وافقت إذن المطلوب من الوسطاء والمطلوب من الجانب الأمريكي الضغط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى وقت إطلاق النار وبالتالي مشاركة حماس تصبح في هذه الحالة نوع من العبد لقد قدمنا ما علينا هذا ما يقوله لسان حاليا قدمنا ما علينا ووافقنا والآن الكرة في الملعب الإسرائيلي لكن في المقابل أستاذ علي أرسل نيتنياهو الوفد الممثل للاحتلال بل وأعطاهم كما تعلم مزيدا من الصلاحيات هل هناك تحول ما في موقف نيتنياهو ممكن أن نفهمه من خلال إعطائه فريق الاحتلال التفاوضي مزيدا من الصلاحيات وهو الذي عرف من أول جولة مفاوضات بأنه السبب الرئيس لإفشال أي محاولة لوقف هذه الحرب المتواصلة الجانب الإسرائيلي يتعرض لضغوط من قبل الحكومة الديمقراطية الأمريكية وهذه الحكومة تسعى إلى الفوز في الاتخابات القادمة وأحد الأوراق هو عملية وقت إطلاق النار نيتنياهو يماطم في ذلك ويراهن على عودة الجمهوريين للحق الحكمة هو يلعب في هذه المساعة يعطي بعض الصلاحيات يرسل رئيس المخابرات الموساد يحاول أن يلعب في هذه الدائرة ولكن لا يوجد أمر جدي في عملية قبول وقت إطلاقه وهذا ما يدريفه الجميع حتى الوسطاء يدريفونه هو الجانب الأمريكي يدريفه لا نعتقد ويعني لا نرى في الأفق وفق ما نراه وقد يكون الآن هناك ضغوط جديدة من الجانب الأمريكي منعا لتوسع الحرب وتقول في حرب إقليمية يسعى لها نيتنياهو ولكن نيتنياهو يدريف في النهاية بأنه مهما وصلت الضغوط الأمريكية عليه لن يصل الأمر إلى التخلي عن حماية الأمن الإسرائيلي وبالتالي هو يناور في هذه المساحات المعطالة لا يريد وقت إطلاقه يريد استمرار الحرب حتى ندخل في الانتخابات الأمريكية وفي نفس الوقت يريد طويل الأمريكان في معركة إقليمية ويناور بين ذلك وآخر على سيرة الضغوط الأمريكية التي جئت على ذكرها أستاذ علي وبشكل أوسع كيف ترى الموقف الأمريكي في ظل التصريحات التي باتت تزداد حول استحالة القضاء على المقاومة الفلسطينية التي لا تزال تعمل في مناطق مختلفة من قطاع غز الموقف الأمريكي داعم إلى إسرائيل داعم بشدة لإسرائيل وداعم لأفل إسرائيل ولولا الموقف الأمريكي لما استطاع هذا القيان الاستمرار في الحرب حتى هذه الأخطة خلنا نكون منتفقين على هذا الأمر لا يمكن للتنياهو ولا للحقومة الإسرائيلية الاستمرار في هذه المعركة طيلة هذه الفترة وسط سقط الرأي العام العالمي في العالم كله الناس ضد هذه الحرب الدول العالم كلها تطالب وقت إطلاق النار طالب حتى المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي مثل الاتحاد الأفريقي كل هذه المنظمات الإقليمية طالبت وقت إطلاق النار لو لا الدعم الأمريكي لإسرائيل لم تكن من استطاعت أن تستمر في حربها حتى هذه هناك ضغط هي على نتنياهو بشخصه من أجل وقف اطلاق النار لأن هناك خشية من قبل الأمريكان لتوسع إطار الحرب وبالتالي دخولها في معارض وتعرف فيها في المستنقع الشرق الأوسط وهذا الأمر سيفيد روسيا والصين الأمريكان يريدون وقف اطلاقها وأيضا يريدون دعم إسرائيل ونتنياهو يدرك بأن إسرائيل تعرضت لضرب قاسمة وأن منظومة الردع الإسرائيلي قد خدشت وهو بالتالي يحاول أن يعيد توازن القوة إلى ما كان عليه في يوم السادس من أكتوبر عبثا يحاول ذلك عبثا يلعب في الوقت الضائع الردع الإسرائيلي أصبح في خبر كان القيانة الإسرائيلية تعرض لضربات كما هم عضروا بتصريحاته من سبع جبهات وبالتالي هو في حرب وجودية كما يعتبرها وبالتالي الجانب الأمريكي نراه داعم إلى ما لنهاية إذا تعرضت أمر للأمن القوم الإسرائيلي بينما في نفس الوقت يعني على استحياء يضغطون لوقت إطلاق النار والغريب في ذلك أنهم رغم تصريحاتهم ورغم جولاتهم ورغم كل ما يدوه إلى أنهم حتى هذه اللحظة لم تصل عملية الضغط إلى ضغط فعلا يعني تخديدي وضغط إجباري بحيث تقف الحرب بشكل خوري ودائم إذا كانت المقاومة ترى في شروط نتنياهو أنها تعجزية ومنها إبقاء محور في لاديلفيا تحت سيطرته أو على الأقل أن لا تعود لسيطرة فصائل المقاومة هل من حل مطروح بأعتقادكم أستاذ علي لمثل هذا الشرط المهم من أجل تجسير هذه الأزمة وإنهائها الملفات التي تطرحها المقاومة من أجل وقف إطلاق النار هي ملفات طبيعية ومتفق عليها ومنطقية المقاومة تطالب أولا وقف دائم لإطلاق المقاومة وتطالب بالانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وتطالب بفك الحصار وإعادة الإعبار وهذه مطالب منطقية يتفق عليها بين الجميع المعضة حتى عندما دخل الجانب الإسرائيلي وقتهم معضة بلاديلفيا كانت الحجة أن هذا الدخول ودخول مؤقت من أجل ضبط الأوضاع وحتى هذه الحجة انطلق على الجانب المصري لأن دخول الجيش الإسرائيلي إلى معبر بلاديلفيا هو فولا واحدا يعاكس ما تم الاتفاق عليه في معاهدة كامب ديفيد المشؤومة ومع هذا الجانب المصري كان يعبر على استحياء بأن هذا الدخول هو دخول مؤقت ضبط بعض الأمور بينما الجانب الإسرائيلي يتواجد بشكل مكسف ولا يريد الإنسحاب من معبر بلاديلفيا ولا من محور نتساري بالتالي هذه عقبة كبيرة أمام عملية المفاوضات ولا يمكن للمقاومة أن ترضى بهذا الوضع ولا حتى أيضا هذا الأمر مقبول بشكل عام في الوسط الفلسطين من السؤال الأخير أستاذ علي برأيك ما الذي يهدف إليه نتنياهو من خلال وضعه شرط تفتيش العائدين من جنوب غزة إلى الشمال لماذا يريد أن يخضعهم إلى تفتيش نتنياهو طرح موضوع التفتيش وطرح أيضا منع عودة الشباب والسماع فقط بالعوائل بالنساء والأطفال وهذا طلب أيضا تعجيزي نتنياهو يحاول أن يضع العقبات وأن يضع العصى في دوليب التفاوض بشكل أو بآخر هو يحاول منع عمليات المقاومة المسلحة لأن الجيش الإسرائيلي الآن أصبح عرضة للاستهداف ونحن نرى تصاعد عمليات المقاومة بشكل مضطقت والسبب في ذلك هو أن الجيش الإسرائيلي ووجود الإسرائيليين أصبحوا عرضة للاستهداف بتواجدهم في داخل هذه المحاوض وفي داخل غدسة هو يريد أن يضمن أمن الجيش الإسرائيلي ولكن الأنفاق موجودة وحتى الأنقاض التي تم تدمرها تحولت إلى أنفاق فوق الأنفاق ما أعتقده أن كل هذه الشروط إضاحة نتنياهو فقط من أجل عرقلة أي عملية تفاوضية ومنع سيح سريان التفاوض أو الوصول إلى اتفاقية نهائية لأنه كما قلت في البداية نتنياهو لا يريد وقفا لإطلاق النوع وهذا يجب أن يكون مصنع للجد الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغداد كنت معنا عبر سكايد من الكويت العاصمة شكرا جزيلا لك